أيضا مهم جدا أننا نتابع حالة المريض يعني لو كان حالة لينفومة في الغالب سيتعرض على أخصائي أورام وأخصائي الأورام هو الذي سيكتب العلاج بتاعه سواء كان هذا العلاج جراحي أو إذا كان علاج كيماوي أو إشعاعي أو علاج طلطيفي فدكتور الأورام هو الذي يحدد الخطة إذا كان المرض ساركايد وفيه تضخم في الغداد الليمفاوية في الرئة فدكتور المختص يكتب في الغالب كورتيزون ويحدد الجرعات المناسبة وأيضا ممكن أن ندي أدوية مثبتة للمناعة مثل الميزوتريكسات على أساس أن هذا يتحكم لي في التفاعل ويقلل من التفاعل الجسم ويقلل من تكوين الدرانات ويحسن من حالة المريض